بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ lesson 3 في unit 2 بتتكلم على reflection and reflection of light in عكاس وانكسار الضوء Why can we see an inverted image of the building on the surface of water ليه بنقدر نشوف صورة معكوسة للمباني على سطح الماء ناخد بالنا طبعا السؤال ده مالوش علاقة بالصورة دي هو ليه علاقة بالصورة دي ليه بنقدر نشوف صورة مقلوبة inverted يعني مقلوبة كده للمباني على سطح الماء طيب هو هنا جايب الexamble ده عشان بقى نقدر نفرق ما بين الشادو وبين light reflection وانكاس الضوء لان برضو احنا شايفين هنا فيه صورة بتتكون قول الشجر بس ده مش صورة ده ده شادو ده ظل يعني طيب يبقى from the previous lesson you study that light travels in straight lines and it doesn't permit through dark objects المفروض and it doesn't pass through dark objects وما بيقدرش يعدي من خلال الاجسام المعتمة يبقى احنا درسنا من الدرس اللي فات ان الضوء بيصير فيه خطوط مستقيمة ولا يستطيع ان ينفذ من ال dark objects من الاجسام المعتمة so the result is the formation of shadow وبالتالي الناتج بقى بتاع الموضوع ده بيبقى تكون الشادو ليه لان احنا قلنا ان الضوء بيصير فيه خطوط مستقيمة وبعدين بيجي بقى عند ال dark objects كده وبعدين ما بيعديش وبالتالي هيبدأ يتكون شادو للشجرتين دول in this lesson بقى في الدرس ده we will talk about two basic concepts of light which are هنبدأ نتكلم على مفهومين اساسيين للضوء اللي هما light reflection و light refraction انعكاس الضوء طبعا وانكسار الضوء اول حاجة هنبدأ نتكلم على light reflection انعكاس الضوء sometimes in our daily life احيانا طبعا في حياتنا اليومية we can observe the formation of inverted images of trees and buildings on the surface of water or on the road when rain falls احيانا بنقدر نشوف تكون صورة معكوس مقلوبة للاشجار وليه المباني طبعا على سطح الماء او على الطريق طبعا اثناء سكوط الامطار طبعا لما بيكون يعني فيه زي بركة مياه كده ناتجة من سكوط الامطار when you throw a ball against a wall it returns back rebounds from the wall هنا بيحاول يعني يدينا مقدمة كده عشان نقدر نفهم يعني ايه اصلا light reflection بيقول لو انت واقف قدام حيطة وحدفته كورة against the wall طبعا يعني عكس الحيطة خبططها في الحيطة يعني it returns back rebounds from the wall هترجع تاني هترتد من على الحيطة نفس الفكرة برضو similarly when light meets a reflecting surface لما ضوء هيقابل سطح عكس it rebounds again بينعكس مرة اخرى and this is known as light reflection وده بيبقى اسمه انعكاس الضوء the surface at which the reflection takes place is called reflecting surface السطح بقى اللي بيحدث عليه الانعكاس بتاع الضوء بيبقى اسمه reflecting surface يعني السطح العكس light reflection يعني انعكاس الضوء ده بقى انشاءه طبعا برضو اقدينه من سنة خمسة it is a rebounding returning back of light waves in the same medium on meeting a reflecting surface هو ارتداد يعني انعكاس light waves موجات الضوء in the same medium لنفس الوسط طبعا اللي هي خرجت منه يعني in the same medium لنفس الوسط on meeting a reflecting surface عندما تقابل سطح عكس types of light reflection بقى انواع انعكاس الضوء light reflection is classified according to the nature of the reflecting surface into انعكاس الضوء بينقسم على حسب طبيعة السطح العكس الى regular or uniform reflection وirregular or non uniform reflection يعني انعكاس منتظم regular or uniform يعني منتظم وirregular or non uniform يعني انعكاس غير منتظم كنا اخذنا حاجة برضو زي كده في سنة خمسة regular or uniform reflection الانعكاس المنتظم نبدأ بقى انركز لان the two definitions زي بعض ويه سهلين جدا يعني بيختلفوا طبعا عن بعض اختلافات بسيطة اول حاجة it is the reflection of light rays يبقى هو انعكاس لموجات الضوء when they meet fall on a smooth uniform and glistening reflecting surface لما شواء الضوء بيقابل او بيسقط على smooth سطح طبعا املس ناعم uniform منتظم يعني واملس كده وناعم and glistening reflecting surface وطبعا سطح كده يعني لامع برضو ماشي where the instant light rays are reflected in one direction بحيث بقى ان الاشياء الضوئية الساقطة كلها بتنعكس in one direction في اتجاه واحد بتاقلي سهل جدا وزي ما احنا شايفين كده ادي ال instant light rays كلها reflected in one direction وده طبعا بيحصل على glistening surface يعني سطح لامع وده طبعا بيبقى النوع بتاعه regular reflection examples of smooth surfaces امثلة على الاسطح الناعمة او اللامعة طبعا a plane mirror مرئة مستوية زي اللي احنا بنتصرح فيها يعني عليها دي قبل ما بنخرج وكده a thin sheet of aluminium foil طبعا سهل جدا a stainless steel sheet طبعا يعني شريحة كده من stainless steel او شريحة رقيقة كده من ورق الالمونيوم foil وطبعا دول الاكسامبلز على ال smooth surface على الاسطح اللامعة نيجي بقى ليه irregular او non uniform reflection الانعكاس الغير منتظم برضو it is the reflection of light rays برضو نفس الكلامة هو انعكاس موجات الضوء او اشعة الضوء when they meet fall on a rough non uniform reflecting surface لما بقى بتسقط على سطح خشن يعني سطح غير منتظم سطح عاكس خشن او سطح عاكس غير منتظم where the incident light rays are reflected in different directions او reflected in many different directions بتنعكس في اتجاهات عديدة مختلفة زي ما احنا شايفين كده ادي ال incident light rays اشعة الضوء الساقطة زي ما احنا شايفين بقى واحد ينعكس كده واحد ينعكس كده واحد كده واحد كده المهم يعني لا تنعكس في اتجاه واحد لكن بتنعكس في different directions في اتجاهات مختلفة ده طبعا بيبقى rough surface بيبقى طبعا مليان نتوات كده وبروزات وطبعا بيحصل عليه بقى irregular reflection يعني انعكاس غير منتظم examples of rough surfaces امثلة على الاسطح الخشنة a leaf of a tree ورقة شجر a piece of paper كتعة ورق او صفحة ورق يعني a piece of leather طبعا قطعة من الجلد a piece of wool طبعا قطعة من الصوف exercise one mention the type of reflection when light rays fall on اذكر نوع انعكاس الضوء لما الضوء هيسكت على اولا جاكت طبعا جاكت من الصوف طبعا فيبقى irregular reflection a stainless steel sheet طبعا هيبقى regular reflection او طبعا uniform reflection طبعا ده irregular or non uniform reflection بتاني طبعا سهل جدا جدا enrichement information هنقولها بسرعة كده بس عشان نفهم the surface of a clean mirror causes regular reflection سطح المرأة لما بيكون نظيف طبعا ولامع كده ومستوي بيسبب انعكاس منتظم while the dirty mirror surface لو بقى المرأة طبعا مش نظيفة مثلا كانت في حتة كده مثلا طينة او مثلا في حتة كده كانت متسبة لفترة طويلة وتحت رملة او تحت طين او حاجة طبعا بنلاقيها بقى dirty وبنلاقي طبعا ان هي causes irregular reflection بتسبب انعكاس غير منتظم laws of light reflection قوانين انعكاس الضوء to know the laws of light reflection عشان نفهم او نعرف قوانين انعكاس الضوء we should know some basic concepts that are used in this laws لازم نفهم الاول بعض المفاهيم الاساسية اللي هتستردم في هذه القوانين اول حاجة reflecting surface السطح العكس ادي كده اول حاجة السطح العكس حال وبعدين ادي الانسدنت ray او الانسدنت light ray الشواء الضوء الساقط ناخد بالنا هو من السهم السهم يبقى ده الشواء الضوء الساقط على ايه على reflecting surface اللي هو السطح العكس حال هيسكت هسكت طبعاً الشواء ده عند نقطة محددة هنا اللي هي هنسميها point of instance نقطة السقوط يبقى الشواء ده الانسدنت ray هيسكت هيسكت على ايه على reflecting surface على السطح العكس طبعاً عند نقطة السقوط اللي هو point of instance عند نقطة السقوط بقى هنرسم كده line perpendicular خط عمودي كده اللي هو line perpendicular to the reflecting surface وهنسميه normal هنرسم بقى line كده to the reflecting surface وهنسميه normal حالو رسمنا كده اللي هو perpendicular طبعاً هنلاقي بقى ان فيه كده angle فيه زاوية هي ما بين ما بين الانسدنت ray او الانسدنت light ray وبين النورمل حالو دي هنسميها angle of instance زاوية السقوط يبقى سهل جداً اللي هي هتبقى الزاوية ما بين الانسدنت light ray وبين النورمل حالو جداً طبعاً احنا قلنا بقى على reflecting surface اللي هو زي الميرور كده ولا حاجة بيحصل ايه بقى بيحصل regular reflection انعكاس منتظم يبقى ده طبعاً هينعكس بقى كده ناخد بالنا برضو من السهم بقى نوع ايه refers to the reflected ray بيشير الى الشوائع المنعكس يبقى ده كده ال reflected ray الشوائع المنعكس برضو هنلاقيه عامل angle كده ما بينه وبين النورمل دي بقى هنسميها angle of reflection زاوية الانعكاس بيتعلي طبعاً سهل جداً جداً نبدأ بقى ندرس حاجة حاجة ونفهم حاجة حاجة اول حاجة ده incident light ray الشوائع الضوئي الصوكت يبقى it is a narrow light beam which is represented by a straight line it intersects with the reflecting surface at the point of instance هو عبارة عن حزمة من الاشعاء الضوئية الضيقة which is represented by a straight line اللي بنمثلها بخط مستقيم يبقى دي كده الفريز نمبر 1 الجزء الاولاني it is a narrow light beam which is represented by a straight line حلو جداً نمبر 2 بقى المقطع التاني يعني it intersects with the reflecting surface at the point of instance بيتقاطع بيحصل intersection يعني مع الreflecting surface عند الpoint of instance عند نقطة السكوت تمام حلو جداً حلو جداً الreflected light ray الشواء المنعكس نفس الكلام برضو it is a narrow light beam برضو شواء حزمة من الاشعاء الضوئية المنعكسة السوري الضيقة which is represented by a straight line نفس الكلام هو هو واللي بيمثل بخط مستقيم بس المرضي بقى it is reflected from the reflecting surface at the point of instance اللي بينعكس من على السطح العكس من عند نقطة السكوت كأنه يعني خارج كلا من عند نقطة السكوت لكن طبعاً هو مش هو منعكس من عند نقطة السكوت جميل جداً طب الانجل of incidence بقى زاوية السكوت طبعاً قلنا هي الانجل between the incident light ray and the normal يبقى it is the angle between the incident light ray and the line perpendicular to the reflecting surface at the point of instance هي الزاوية اللي بين الشعاعي الضوء الصوكت وبين الخط العمودي أو المتعامد على السطح العكس at the point of incidence عند نقطة السكوت طب الانجل of reflection بقى زاوية الانعكاس بقى it is the angle between the reflected light ray هي الزاوية اللي بين الشعاعي المنعكس and the line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence والخط المتعامد على السطح العكس طبعا عند نقطة السكوت ناخد بالنا طبعا الكلام ده يعني سهل جدا جدا وبتالي ما فيش فيه أي مشاكل what is meant to buy the angle of reflection of a light ray equal 40 هنقول من الديفينيشن يعني ايه زاوية الانعكاس ليش وعا ضوء 40 يبقى this means that the angle between the reflected light ray the angle between the reflected and the line perpendicular to the reflecting surface at the point of instance والخط المتعامد على السطح العكس عند نقطة السكوت طبعا الانجل دي هتكون بتساوي كام هتكون بتساوي equals 40 degree the angle of instance of a light ray equal 30 زاوية السكوت بتاع شعاع ضوء بتساوي 30 برضو this means that the angle between the instant light ray and the line perpendicular to the reflecting surface at the point of instance equals 30 معنى كده ان الزاوية اللي ما بين الشواء الضوء الساكت وبين النورمال اللي هو line perpendicular to the reflecting surface at the point of instance الزاوية دي هتكون كام هتكون equal 30 degree بتاع طبعا يعني كلام سهل جد طيب نبدأ بقى نخش على الاكتيفتي دي when light reflects on a surface its reflection is ruled by two important laws لما الضوء بينعكس من على سطح الانعكاس ده يعني بيحكم بقانونين مهمين جدا طيب اول حاجة to conclude the two laws of light reflection عشان نقدر نستنتج القانونين بتاع انعكاس الدوق اول حاجة هنجيب طبعا plane mirror السطح العكس اصلا وبعد كده هنجيب laser pin الام laser وهنجيب protractor هنجيب منقلة ليه بقى منقلة عشان نقيس الانجلز دي مش احنا لسه بنقول ان الانجلز دي من الconcept المهمة من ال basic concepts عشان نقدر نفهم يعني light reflection يعني lose of light reflection يعني ايه قوانين انعكاس الدوق يبقى هنجيب الprotractor طبعا عشان نقيس بيها الانجل of reflection وهنجيب white paper طبعا ورقة بيضة اللي هي هتبقى السطح ال vertical اللي هو perpendicular كده على reflecting surface طيب ماشي نمشي كده خطوة خطوة steps fix a plane mirror horizontally and fix on its edge a white paper and a plastic protractor perpendicular to it اول حاجة هنثبت plane mirror خلاص اللي هي هتمثل reflecting surface ايه تحت كده horizontally يعني افقيا and fix on its edge وهنثبت على الحفة بتاعتها اللي ورقة دي الخلفية كده هنثبت عليها white paper ورقة بيضة and plastic protractor وهنثبت عليها طبعا منقلة من plastic bourbon declare to it برضو متعمدة عليه حلو جدا direct a light ray on the plane mirror هنسلط بقى هنوجه شعاع ضوء على plane mirror surface طبعا يعني على سطح المرآة المستوى دي tangent to the paper مماس للورقة زي ما احنا شايفين كده عشان يعني نقدر نرسمه بخط كده على الورقة وطبعا نقدر نقدر نقيس بقى الانجل دي طبعا من على الورقة measure the angle of incidence and the angle of reflection طبعا احنا عارفين ان الشوعة ده اول ما يسكت كده هينعكس كده وطبعا عارفين ان الميرور دي طبعا smooth and glistening reflecting surface فطبعا هيحصل عندها regular reflection انعكاس منتظم زي كده هنقص بقى الزاوية في كل مرة طبعا angle of incidence والangle of reflection change the angle of incidence several times and measure the angle of reflection in each time هنقص بقى نغير angle of incidence يعني هنرفع ده كده مثلا يعني يحب كده عشان يبقى مثلا الزاوية سكتة كده هنزله تحت كده عشان تبقى الزاوية سكتة كده يعني هنقعد نغير في القيمة بتاعة زاوية السقوط وطبعا كل مرة هنغيرها مثلا يعني هنتاخر الورقة دي كده شوية او هنتاخر الورقة دي كده شوية بحيث طبعا ان لازم المنقلة تبقى عند النقطة بتاعة السقوط بالزبط وعند النقطة بتاعة الانعكاس عشان نقدر نقيس الانجل دي وتعلي سهلة جدا واضحة اول حاجة هنلاحظها ان دايما الانجل دي بتساوي الانجل دي مهما غيرنا بقى في القيمة بتاعة الانجل of دايما بنلاقي ان الانجل of reflection بتطلع بتساوي الانجل of instance زاوية السقوط قيمة بقى الزاوية بتاعة الانعكاس دي بتتغير طبقا لقيمة بتاعة زاوية السقوط طبعا بحيث ان هما دايما اصلا بيبقوا equal to each other متساويين لبعضهم البعض conclusion the reflection of light is governed by two laws انعكاس الضوء بيتحكم فيه او بيحكم بقانونين طبعا اول قانون سهل جدا جدا اللي هو الانجل of instance equal angle of reflection زاوية السقوط بتساوي زاوية الانجل طبعا نركز بقى فيه second low ده عشان فيه ولاد بتطلق بط فيه اولا احنا قلنا احنا هنجيب الورقة البيضة دي عشان نخلي الشعاع الضوء اللي ساقط ده ما ماس لها عشان نعرف نرسم على الورقة يبقى الورقة دي هنعرف نرسم عليها ال instant ray اهو مرسوم على الورقة والreflected ray برضو مرسوم على الورقة وآدي النورمل برضو مرسوم على الورقة كل دول كده مرسومين على الورقة الورقة نفسها بقى متعامدة على المراية متعامدة على السطح العكس ناخد بالنا عشان فيه ولاد بتفتكر ان يقولوا تمهو ده كده يعني او معنى الكلام ده ان ده متعامد على المراية وده لا طبعا مش معنى الكلام ده اللي احنا نقضي ده ان ده متعامد على المراية او ده متعامد على المراية لا اللي متعامد على المراية النورمل بس لكن هم كلهم ممكن يعني ارسمهم على ورقة بيضة هم ممكن هم كلهم ارسمهم على ورقة بيضة الورقة دي بقى نفسها متعامدة على المراية ده بقى ال second law والخط المتعامد ده على السطح العاكس عند نقطة السقوط التلاتة دول زي ما قلنا يعني بيبقوا موجودين في بلين واحد كده في مستوى واحد اللي هو المستوى بتاع الورقة متعامد على السطح العاكس اهو النورمل ده اللي هي الورقة دي هو اللي انا رسمت عليها التلاتة ادي الانسنت هو هنا بقى مغيرها الانسنت ري وادي ال ريفليكت ري طبعا قلنا بنعرف من السه يبقى ده الانسنت ري وده ال ريفليكت ري وادي النورمل التلاتة هم بنعرف نرسمهم على piece of paper كده او plane من الpaper الpaper دي نفسها او يعني الpaper دي كده اللي مرسوم عليها التلاتة متعامدة على ال ريفليكت على السطح العاكس الشكل ده بيوضح العلاقة ما بين ال angle of reflection وال angle of instance طبعا زي ما احنا عارفين انها direct relation طبعا برضو لو قللنا ال angle of instance برضو angle of reflection هتقل ليه لان احنا خدنا اصلا هما لازم بيساو بعض اول قانون هو angle of instance equal angle of reflection يبقى لو angle of instance increases angle of reflection برضو increase هتزيد طبعا لو angle of instance decreases angle of reflection برضو decreases هتقل يبقى العلاقة ما بينهم طبعا direct relation to each other وده طبعا الجراف بتاع direct relation واخدينه طبعا من الترم الاولين exercise 2 in the opposite figure a on mirror a ناخد بالنا بقى من السؤال ده عشان طبعا بيحتاج geometric كتير ادي شوية ضوئي ساقط على المراية ايه ناخد بالنا يبقى ده كده ال reflecting surface وادي ال incidence light ray يا مستر ما هو مدينا هنا angle اه هو مدينا هنا angle بس مش دي angle of incidence ناخد بالنا هنا بقى كده دي angle of incidence لان احنا قلنا angle of incidence it is the angle between the incidence light ray and the normal وآدي النورمل اهو اللي احنا هنرسمه perpendicular to the mirror a طيب عشان فيه ولاد ممكن تتلغبط هنشقلبها كده اهو ادي كده السطح العاكس زي بقى ما خدناها هنرسم عليه النورمل اهو خلاص ده كده perpendicular to the reflecting surface وآدي كده incident light ray طبعا angle of incidence بقى زاوية تسكوت هتبقى هنا هتبقى the angle between the incident light ray and the normal perpendicular to the reflecting surface at the point of instance طب امال الانجل دي بقى هتبقى ايه دي الانجل between the incident light ray and the reflecting surface ناخد بقى اولاد من الحاجات دي عشان ما نطلق بقى دي الزاوية اللي ما بين الشوعة الضوء الساقط وبين السطح العاكس خلاص اللي هي 60 طيب احنا عارفين طبعا ان الline ده بيبقى perpendicular to the reflecting surface فطبعا معناه ان كل دي كده 90 كل دي كده right angle فكل دي كده 90 يبقى دي بس هتبقى 90 minus 60 فدي كده هتبقى 30 خلاص يبقى كده angle of instance هتبقى 30 بتالي كده بقت واضحة طيب نرجع كده بقى تاني عشان تتفهم كويس حال يبقى كده دي كده بقت angle of instance هتبقى equal 30 ماشي نشوف بقى هو عايز ايه complete لحد ما ينعكس من على المراية بي اولا ما عليش نقول تاني احنا هنكمل المصار بتاع الشوعة ده لحد ما ينعكس من على المراية بي وبعدين نحسب بقى angle of reflection from mirror ا زاوية الانعكاس من على المراية ا و angle of instance on mirror بي وزاوية السكوت على المراية بي طيب نرجع تاني كده نشألي بها عشان الولاد اللي بتطلق بط بس ماشي يبقى كده طبعا قلنا ادي كده الانجل of sorry ادي الانسلنط light ray الشوعة الضوء الساكت و ادي كده الانجل of instance اهي اللي جوه هنا دي دي طبعا هتبقى 30 طب يبقى كده الانجل of reflection برضو لازم تطلع بكام خلاص دي كده هتبقى الانجل of reflection ماشي معلش يعني اهو يبقى ده كده ونعمل السحم ده كده يبقى ده كده الشوعة اللي منعكس طبعا والانجل دي لازم برضو تكون كام لازم تكون 30 حلو جدا طيب يبقى كده احنا كده تتبعنا المصار كده وهو منعكس من على ايه بس لسه لما يسكت على بيه وينعكس من على بيه يعني لسه برضو فيه شغل تاني طيب اول حاجة كده احنا كده قدرنا نجيب اول مطلوب اللي هو the angle of reflection from mirror a زوية الانعكاس من على الميرور ايه اللي هي هتبقى 30 حلو نرجع بقى كده تاني نعدل الكتاب خلاص كده بقى بقى سهلة جدا ان هو هنا بقى هيسكت على الميرور بي دي حلو هنيجي هنا عند نقطة السقوط اللي هي point of incidence ونبدأ نرسم النورمال كده بقى برضو perpendicular to the point of incidence او perpendicular to the plane mirror بي متعامد على المرآة المستوية بي طيب ناخد بالنا ان ده مع ده هيبقى عامل right angle triangle دي كده هتبقى right angle وناخد بالنا ان ده اصلا برضو already right angle حلو جدا طيب يبقى احنا كده عايزين نجيب angle of incidence on mirror بي زاوية السقوط على المرايا بي طيب مش احنا قلنا ان ده كده هتبقى right angle هتبقى 90 حلو وحنا عارفين طبعا ان the sum of the internal angles of the triangle طبعا بتبقى 180 فادي دي كده 30 ودي 90 يبقى دي طبعا هتبقى 60 يبقى كده زاوية السقوط بقى الangle of incidence on the plane mirror بي هتبقى 60 اللي اللي نحنا قلنا هي برضو الangle between the incidence light ray and the normal ادي النور الهو اللي انا رسمته وقادي the incidence light ray بقى على b اللي هو كان منعكس من على ايه خلاص هو منعكس من على ايه فبقى ساقط على b فدي هتبقى 60 فيه ولاد ممكن تجيبها برضو بطريقة تانية ان دي 30 وطبعا دي كده كلها 90 فدي طبعا هتبقى 60 جميل جدا ولما دي هتبقى 60 ودي 90 فدي هتبقى 30 ولما دي هتبقى 30 ودي كلها 90 فدي طبعا هتبقى 60 يعني هي هي نفس الحال بس طبعا اعتقد ان ده طبعا يعني اسرع واسهل تمام يبقى كده هنا بقى كده هتبقى 60 يبقى لازم برضو نرسم كده هتبقى برضو 60 وإحنا كده خلاص تتبعنا الري لحد ما خرج او سوري لحد ما انعكس من على الميرور بي يبقى دي برضو كده هتبقى 60 وعايزنا برضو the angle of incidence on ميرور بي بقى عايز زوته السكوت على الميرور بي طبعا احنا جبناها قصة من الاول 60 وطبعا قلنا لما هتنعكس بقى هتبقى بانجل 60 برضو بقى between the reflected light ray from the plane mirror بي and the normal هتبقى برضو 60 زي ما احنا شايفين كده اهو بنبدأ نرسم واحدة واحدة ويعني بنبدأ نحسب كده زي ما حسبناها وطبعا ان شاء الله بتبقى سهلة جدا اهو الانسر طبعا اهو the angle of reflection from mirror ايه هتبقى 30 زي ما احنا قلناها اهو والانجل of incidence on mirror بي طبعا هتبقى 60 زي ما قلناها اهو وهنا حسبها بالطريقة اللي هي الاصعب شوية اللي هو ld30 ودي كلها 90 فدي هتبقى 60 ودي 90 فطبعا دي هتبقى 30 ودي 90 فدي طبعا هتبقى 60 احنا بقى قلنا ايه على طول لما هنمد الخط ده كده لأعلى شوية فطبعا هيبقى اصلا متعامد بقى مع normal اللي هو على mirror A فطبعا دي كده هتبقى 90 ودي 30 فدي على طول هتبقى 60 اللي يفهمها طبعا بالطريقة دي ماشي اللي يفهمها طبعا بالطريقة دي ماشي المهم ان احنا نفهمها وين نحلها number two light refraction يعني انكسار الضوء example كده يعني من الحال العملية when you push a barrel from asphalt to sand then to asphalt again لو انت بتزق برميل كده من أسفل على sand على حتة كده فيها رمل وبعدين رجاء تاني على الأسفل طبعا the barrel changes its path طبعا هيغير المصار بتاعه as shown in the figure زي ما موضح في الشكل كده طبعا ليه this is due to the change of barrel velocity on asphalt from that on sand ده بسبب تغير ال barrel velocity سرعة البرميل من وهو على الأسفل ليه على sand طبعا على الرمل طبعا على الأسفل بيقى ماشي أسرع من على sand من على الرمل similar بالتشابه يعني as light travels from زي ما الدوء كده بيعبر من a transparent medium like air to another transparent medium like glass من وسط شفاف زي الهوى لوسط شفاف آخر زي الإزاز هيحصل له برضو انكسار لأنه برضو يغير المصار بتاعه هيعمل يعني هيعمل changes للباث بتاعه برضو بسبب the change of light velocity بقى هنا بسبب اختلاف سرعة الضوء من air للجلاس ودي اللي احنا كنا واخدينها في سنة خمسة لما كنا بنقول طبعا لو نحط معلقة في كباية مثلا نصة مية كده ولا حاجة بنشوف المعلقة مكسورة أو بنشوف الألم مكسور يبقى طبعا المصار بتاعه هيتغير نتيجة لاختلاف سرعة الضوء في الوسائط الشفافة المختلفة والظاهرة دي طبعا معروفة باسم light refraction يعني انكسار الضوء optical density يعني لكسافة ضوئية مختلفة ناخد بقى حاجة اسمها concept جديد اسمه optical density يعني الكسافة الضوئية the ability of the transparent medium to reflect the light is called طبعا optical density قدرة الوسط الشفاف على كسر الضوء بيسمى optical density كسافة الوسط of the medium طبعا سوري الكسافة الضوئية للوسط optical density of the medium it is the ability of the transparent medium to reflect light هي قدرة الوسط الشفاف على كسر اشعة الضوء برضو each medium has its own optical density كل وسط للكسافة الضوئية الخاصة بي so the optical density of a medium differs from one medium to another الكسافة الضوئية بتاعت الوسط بتختلف من وسط الوسط اخر which leads to the change in the light velocity through such medium واللي بتؤدي الى تغير سرعة الضوء في هذا الوسط يعني as optical density of the medium increases كل ما زادت الكسافة الضوئية للوسط the speed of light through it decreases and vice طبعا سرعة سرعة الضوء خلاله سرعة الضوئية بتاعت الوسط بتزيد كل ما السرعة بتاعت الضوء يعني سرعة الضوء وهو ماشي في خلاله طبعا decreases بتاكل بسبب طبعا اختلاف الكسافة الضوئية للوسط من وسط الى وسط اخر هناخد بقى concepts related to light refraction بعض المفاهيم الخاصة بالانكسار الضوء هنلاقيها برضو فيها شوية قريبة من concepts بتاعت light reflection لكن طبعا مختلفة في حاجات جوهرية كتير مثلا هنلاقي angle of incidence زوية السكوت هي هي بقى بس هنا هنقول it is the angle between the incident light ray and the normal at the point of incidence on the interface ناخد بالنا هنا بقى مش هنقول on the reflecting surface هنا محنش هنقول على السطح العاكس ليه لان ده انكسار للضوء فنقول on the interface على السطح الفاصل او الحد الفاصل ما بين السطحين انهي سطحين دول بقى ياميستر اللي هو ال air اللي هو جاي منه الشعاع الضوئي والجلاس اللي هو الشعاع الضوئي هيدخل فيه يبقى it is the angle between the incident light ray and the normal هو الزاوية ما بين الشعاع الضوء الصوكت والnormal النورمل ده at the point of instance on the interface عند نقطة السقوط على الانترفيس اللي هي الانجل دي الانجل of instance هنلاقي فيه هنا حاجة بقى اسمها angle of refraction طبعا زاوية الانكسار بقى زاوية الانكسار هنا طبعا مش هتبقى equal to the angle of instance لأ هتبقى مختلفة عنها يهتبقى اكبر منها يهم هتبقى اصغر كده على استقامته هتبقى الانجل دي equal للانجل دي زي ما بناخد كده في الماث لكن طبعا هو بيحصل له انكسار فطبعا يعني يقرب شوية كده من النورمل ده فبالتالي طبعا الانجل of refraction بقى بتبقى مختلفة عن الانجل of instance عموما برضو الانجل of refraction بقى هي بقى زاوية ما بين الشواء المنكسر وبين النورمل عند نقطة السقوط طبعا عند السطح العكس طيب في بقى كمان زاوية الخروج هو هنا بقى هيفضل ماشي كده في الزجاج وبعدين هيجي يخرج الناحية التانية للهواء زي هنا كده من الهواء للإزاز ومن الإزاز للهواء زي هنا برضو من أسفلت ومن سند الأسفلت طيب هيجي يخرج بقى من الجلاس للهواء هنلاقي بقى في حاجة اسمها زاوية الخروج الانجل of emergence دي بقى it is the angle between the emergent light ray and the normal هي الزاوية ما بين الشواء الضوء الخارج وبين النورمل add the point of emergence on the interface هنا بقى عنده نقطة الخروج عند السطح الفاصل هنا بقى هنلاحظ ان الانجل of emergence هتبقى equal to the angle of instance زاوية الخروج هتساوي زاوية الدخول لكن طبعا doesn't equal the angle of refraction مش بتساوي زاوية الانقصار لان طبعا لما انقصر مثلا هنا قرب شوية للنورمل والتالي طبعا الانجل هنا بقت واضحة جدا ان هي أقل من الانجل هنا what is meant to buy the angle of emergence in a brism is 50 degree من الديفينيشن بتاع الانجل of emergence this means that the angle between the emergent light ray and the line perpendicular to the interface at the point of emergence is 50 معنى كده ان الزاوية ما بين الشوية الخارج وبين الline perpendicular اللي هو النورمل يعني to the interface على السطح الفاصل at the point of emergence عند نقطة الخروج بتساوي طبعا 50 degree هنا activity نفس اللي احنا قلناه بالظبط هنا كده فوق بس يعني هنعملها كده ب activity و materials and tools هنجيب بقى thick rectangular glass block طبعا يعني مستطيل كده من الزجاج سميك طبعا هنجيب pencil الم رصاص هنجيب ruler مصطرة وهنجيب protractor منقلة طبعا عشان هنيز بيها الزوايا steps put a rectangular glass block on a white paper هنحطه على ورقة بيضة sheet طبعا white paper sheet and mark around the block using a pencil و هنبدأ نعلم حوالين باستخدام البنسل ماشي هنعلم بس كده الاول وبعدين نسيب وبعدين direct array from the laser bin هنوجه بقى شوعة ضوئي من laser bin اه معلش نسينا هنقول ان احنا هنجيب laser bin وهنجيب white paper sheet طبعا يعني فرق كده ورق قبل ماشي direct array from a laser bin to the point of instance on the side of the rectangular glass and draw its path using the pencil and the ruler to represent the incident ray طبعا قلنا هنصل للضوء كده من laser bin ده وطبعا ده هيمثل light source المصدر الضوئي وطبعا هنرسم بقى خط باستخدام الpencil الالم الرصاص والمصدر وده طبعا هيمثل incident ray draw the path of the emergent ray from point b طبعا هنشوف الضوء وهو خارج من الزجاج فهنبدأ نرسم المصار بتاع ال emergent light ray from point b on the opposite side of the glass هنبدأ برضو نسمو بالألم الرصاص والمصدر ابر remove the rectangular glass and join the two points a and b with a straight line which represents the refracted light هنشيل بقى اللوح الزجاج المستطيل وبعدين بقى هنلاقى تحت الورقة البدر اللي احنا عادنا نيعلم عليها هنرسم بقى خط ما بين point a دي 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 point b خلاص احنا طبعا عرفنا الخط اللي هو socket ده من الشعاع الضوئي والخط اللي هو خارج ده طبعا شفنا الشعاع نفسه هو خارج لكن طبعا ما شفناش حصل ايه بقى جوه فبالتالي بقى هنرسم بقى خط كده واصل ما بين a وبين b وده طبعا هيمثل بقى ال refracted ray الشعاع المنكسر draw at a and b dotted vertical lines هنرسم بقى عند a صوري عند a وعند b خط كده منقط vertical lines طبعا متعمل اللي هو بقى هيمثل النormal يعني عند a كده هنرسم خط متعمل منقط dotted عشان يمثل النormal وهنا برضو هنرسم خط متعمل برضو عشان يمثل النormal ماشي وبعدين where it represents the normal اللي هو هيمثل النormal at the point of incidence and at the point of emergence on the interface عند طبعا نقطة السقوط هنا ونقطة الخروج اللي هي b observations هنلاقي when the light ray travels from air to glass or vice versa it refracts لما ضوء هينتقل من الهوى الى الزجاج او العكس طبعا زي ما قلنا هون لما ينتقل من الهوى الى الزجاج او من الزجاج للهوى يعني العكس يعني طبعا يحصل له refraction يعني it refracts هينكسر طبعا ادي ادي كده number 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 two the angle of incidence 60 is not equal to the angle of refraction 34.5 طبعا مستر احنا عرفناهم منين من المنقلة مش هنقولنا هنجيب الprotractor عشان هنقيس الانجل دي وبعدين لما وصلنا بعد ما شلنا الازاز ده ووصلنا الخط ده نقدر بقى نقيس الانجل دي كويس هنلاقي بقى بسهولة يعني هنلاقي بقى ان الانجل دي 60 والانجل دي هتبقى 34.5 يبقى كده الانجل of refraction doesn't equal to the angle of instance اللي هي طبعا الانجل of instance اللي هي 60 doesn't equal the angle of refraction اللي هي 34.5 the angle of instance 60 is equal to the angle of emergence اللي هي بردو 60 هنا بقى هنلاقي ان زاوية السكوت هنا اللي هي هتبقى 60 دايما هنلاقي ها بتساوي زاوية الخروج اللي هي بردو هتبقى 60 the instant light ray is parallel to the emergent light ray ناخد بالنا بقى من النقطة دي كويس جدا الشوايع الساقط بيبقى متوازي او موازي للشوايع الخارج لو جينا بالمصدر هنلاقي ده برر المعدة هنلاقي ان instant light ray ده دايما نبرر مع emergent light ray بتالي بردو سهلة جدا conclusion the light refraction phenomenon occurs when light ray travels from a transparent medium to another transparent medium of different optical density ظاهرة انكسار الضوء بتحدث لما عشاعة الضوء بتنتقل من وسط شفاف الى وسط شفاف اخر of different optical density يعني له كسافة ضوئية مختلفة مختلفة مختلفة